السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم وبركاته سيدنا محمد وعليه واصحابه الغر المامين. ازايكم يا سنة ربعة بتدعي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنقل مع بعض الليسن. هناخد درس التالت بس بورت وان. الجزء الاول في الواحدة الحداشر. الناس بسألتني على درس التاني نزل امبارح. اه نزل امبارح الدرس التاني ياولاد. الدرس الاول كده والدرس التاني عندكم. تمام? هتلوهم دوروهم كده في الفيديوهات هتلوهم مكتوب انجليزي ربعة ابتدائي. الدرس الاول الواحدة الحداشر. تمام? والدرس التاني برضو الواحدة الحداشر. والنهاردة هو الدرس التالت الجزء الاول. تمام? آآ تعالوا بقى نبدأ ونقول بسم الله وارحب بكل الناس الجديدة معنا ينصف رمضان وحنين من هورين القناة. تعالوا بقى آآ نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة كده بيقول لدرس التالت الجزء الاول اللي هي سلامة الطريق. تمام? طيب نقول بقى الكلمات مع بعض. اول حاجة كده سيارة الاسعاف اسمها ايه? امبيولانس. امبيولانس. اهي. ولو اي كلمة انتم مش عارفينها اكتبوها لي في الكومنتات وبنزلها لكم في الشورتس كده اللي هي الفيديوهات القصيرة بتبقى اقل من دقيقة. فبنزلت طريقة الكتاب بتاعتها زي كلمة اللي نزلتها آآ امبارح او امبارح او. فنزلتها وسهلتها عليكم مقسمة الكلمة وبقت سهلة كده. فلو اي كلمة مش آآ عارفين تكتبوها اكتبوها لي في الكومنتات وانا هعملها لكم كده. تمام? طيب. تعالوا هنشوف كلمة هنا. سيارة الاسعاف اسمها ايه? امبيولانس. 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 ادي ام بيو لانس. تمام? يبقى استمتهى تلات آآ مقاطع. يبقى ام بيو لانس. امبيولانس. تمام? تمام كده? هتلاقيها مكتوبة في في الافلام الاجنبية كده. مكتوبة على سيارة الاسعاف. احنا عندنا طبعا هنا في مصر بنكتبها اسعاف كده بس بتبقى معكوسة. اما عند الاجنب طبعا هتبقى اسمها امبيولانس. امبيولانس. تمام? طيب. عندي ده هتدرجة النارية اللي هي الموتسيكل اسمه ايه? موتر بايك. موتر بايك. موتر بايك. او موتر بايك. موتر بايك. عادي جدا. واخدناها قبل كده. اه معبر او ممر مشاه. اسمه كراس ووك. كراس ووك. كراس ووك. تمام? طيب مصدوم اسمها شاكت. 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 تمام? طيب عندي بايك ده كده الاكسترا فكاب. عندي شابة او صغر السن. يونج. 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 مستشفى فيها. tend Mohsen. Beautiful. Hospital. صديم. طيب ايه؟ طيبما بايك. طيب او عطوف كايند. 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 رجل؟ مانا. طيب مان اسمها تجذر. 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 ما تقولش تجذر. 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 سريعا. فاست. فاست. صوك لج. 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 خطأ. رانج. لانج. تمام؟ طبعا الو هنا ايه؟ طيب تصرفات الافعال بقى عندي هنا كلمة يريد تبقى تمام? اما الغير منتظم عند كلمة تبقى 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 تفضل زي ما هي يؤذي او يقلم او يجرح. طيب التعبيرات بقى هو حروف جر المهمة عندي كلمة يعني بواسطة الدراجة البخارية واحنا خدنا في اول ابتداية وفي تانية وفي تالتة ان وسائل الموصلات بناخد قبلها باي. وخدنا برضو السنة دي ان وسائل الموصلات بناخد قبلها باي. بس من غير لآه والآن ولا ذا. تمام? يبقى يعني بيقود كلا الآن يعني في المستشفى مع كزا. يعني في عجلة او مستعجل يعني في يعني بيسكت او سقطة. بي كيرفل يعني كن حزر او كن حريص. تمام? زي كلمة تخلي بالك كده عندنا في العربي. تمام? طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض هنا بيقولي لسنا نريد هلنسمع ونقرأ. بيقولي بي كيرفل ان روتز كن حزر على الطرق. بيقولي مازن ودليدة دول اخ واخت. بيحبوا مدرساتهم. وكمان المدرسين بتوعهم عطفين جدا. هاني بقى شاب. بيقولي هاني شاب وبيعمل في المدينة وبيروح الشغل بتاعه بالمدسك. النهاردة كميست تعجل. مازن ودليدة بيروح المدرسة اه مشي على اقدم مع بعض. بيعدوا بقى الطريق او بيعبروا الطريق على الممشى اللي هو المكان المخصص للايه ان احنا نمشي عليه. تمام? طيب. اه بيقولي today they walk to the crosswalk and waited for the cars to stop. بيقولي النهاردة بقى مشوا على المعبر ده او الممر واستنوا العربيات لما توقف. then they walked into the road. وبعد كده تمشوا على الطريق. today maden walked to the middle of the crosswalk. بيقولي النهاردة مازن بقى ماشي في نص الايه الممر. then هاني drove through the crosswalk. وبيقولي بعد كده هاني ساقبا المتسكلي بتاعه برضو على الممر ده. he didn't stop because he was going too fast. بيقولهم درش يقف عشان هو كان ماشي بسرعة جدا. طيب اي حد ماشي بسرعة ما ينفحش وقف مرة واحدة لانه كده هيتقلب. فقالك ايه مازن fell over. مازن بقى وقع على الارض. he was very shocked. هو كان مصدوم جدا. دليدة was scared واخته دليدة كانت مرعوبة. but she wanted to help her brother. لكن كانت عايزة تساعد اخوها. هاني stopped to help. هاني بقى وقف عشان يساعد. مازن wanted to go to school. ومازن عايز روح المدرسة. but he hurt his leg. لكن رجلي ايه? طبعا وجعته او بتقلمه او تجرحت. هاني called for an ambulance. وهاني بقى اكلم ايه عربية اسعاف. مازن is now at the hospital with his mom and sister. هاني is feeling very bad. بيقولي مازن دلوقتي في المستشفى مع اه مامته واخته وهاني بيشعر بالاسف او هو حسين جدا. طيب المورال بقى بيقولي the moral of the story. الدرس بقى المستفد من القصة. we learn to be careful on the road. بيقولي لازم نكون حذرين على الايه? بالطريق. تمام? طيب مطلوب منك انت تقرأ الجزئية دي. تقرأها تاني. وآآ تفهم هو بتكلم عن ايه? طيب عندي او آآ بقى بتحت النهاردة. سهلة سهلة سهلة. بيقولي هنا ايه? الجرامر بيقولي آآ بيقولي اول حاجة. when we take notes. we don't write is a complete sentence. we write important words. بيقولي لما نيجي بندور ملاحظات يعني اكتب ملاحظاتي ما بكتبش جمع كبيرة او كاملة. لا ده لم اكتب حاجات ايه? آآ كلمات مهمة بس. يعني مسلا عايز اذاكر درس مسلا الاول في الانجليزي. مش عارف صفحة كم كم كم. هعملي اقول ايه? اذاكر انجليزي. تمام? آآ بس. مسلا ايه? مش عارف اها كوي اميسي للون ويسوي. و مش عارف اها عمل جزمتي اللي ايه? يبقى كوي اميسي مسلا. و ارتب آآ شنطتي او مش عارف اعمل ايه الجزمتي. اكتب حاجات بسيطة بس. تمام? طيب. بيقولي بقى ايه? we use. دي حتة تاني بقى. we use must or must not to talk about obligations. ايه? دي الاغتزام. حاجة لازم ترتزم بيها. لازم اغصب عنك تعملها او ما تعملهاش. تمام? الفرقة بين must و must not. عندي must يعني يجب. يجب. تمام? لازم تعمل حاجة دي. must not يعني لا يجب. يعني نفعش تعمل حاجة دي. طبعا مست للحاجات الحلوة و must not للحاجات الوحشة. اللي اتنين لازم هيجوارهم المصدر. تمام? يعني ايه المصدر? هقولك يا سيدي بدون اي adesso عشان بتسألوني عليها كتير. المصدر يعني من غير اي اضافات يعني اهو الفعل. تمام? اللي هو البربد بدون اي اضافات. لا تحطله s ولا as ولا is ولا ed ولا ed ولا ing. تمام? طيب. هنا مسلا بيقول لك النوت. بيقول لك. اهو بيقول لك يلبس الخوزة عن عجلك. كلمتين تلاتة. بس. لكن بقى لو هعمل جملة كاملة. هقول له يبقى لازم تلبس الخوزة. وانت ايه? ركب العجلة. تمام? يبقى انا عملت هنا. يعني حاجة صغيرة جدا. ملاحظة كده. وبعدين عملت عليها جملة. تمام? هنا بقى. يعني متجريش على الشارع. الله ده انا عندي هنا نافي. يبقى ما ينفعش you must. اقول you must not run on the roads. ما ينفعش تجري على ايه? الطرق. فهمته? يبقى انا اللي استفاد منه كلمة must او must not بيجورها الفعلة في المصدر. تمام? الحاجة الحلوة بيقول عليها must اللي لازم اعملها عشان دي good for me. كويسة ليا. اما must note دي bad وحشة. يبقى ما اعملهاش. وبعدهم الفعلة في المصدر. زي need to اللي خدناها الحصة اللي fated. need to بيجورها برضو الفعلة في المصدر. تمام? طيب. تعالوا نشوف حاجات على note وال sentence اللي هي الجملة والملاحظة. تمام? طيب. بصوا ما هي كده. هنا بيقول note الملاحظة باللي انا هكتبها حك كلمتين صغيرين. اما sentence بيقول لك you must wait for the green light before you cross the street. لازم تنتظر الاشارة الخضرة قبل ما تعبروا الطريق. يبقى انا هكتب له wait for the green light. تمام? يبقى هكتب له note بس كده. يبقى هكتب له wait for the green light. يبقى لازم انتظر الاشارة ايه? الخضرة. طيب هنا بقى بيقول لك follow rude sense. بيقول لي لازم نتبع science. بيقول لي لازم نتبع اشارات المرور. الله يبقى هنا هقول له you must. واكتب له بقى follow rude science. follow rude والscience اللي هي الايه? الاشارات. تمام كده? طيب هنا بيقول cross cross walk. بيقول لي طابر من الممشاة. يبقى برضو هنا هقول له you must. لان انا ما عنديش هنا نفي. فهقول you. دايما قبله must mustn't. دي ممكن اقول عليها mustnt عادي جدا بس هالغي تدي او must not لتننصح. اه لازم يبقى قبلهم دايما الضمير you. لانها بكلمة اللي قدامي. فهقول له you must او you mustn't. تمام? you must هنا cross cross walk. او cross walk. او cross walk. تمام? اه او او ما هو كتب خلص مش هنكتب احنا ووك. طيب هنا بقى بيقول لي you must follow root science ما هي نفس الكلام يبقى حش you must وكتب النوت ايه? follow root هو مكرر دي science. تمام? الان هنا. هنا بقى بيقول لي you must. عشان دي حاجة ضرورية. where your seatbelt in your core. تمام كده? بس انا بس كل انا عايزة تعرفوا في الجزئية دي must and mustn't. must and mustn't must يعني يجب ومسنت يعني لا يجب. ولازم تجيب هراهم الفعل في المصدر. خلاص? طيب تعالوا بقى نشوف هنا بيقول لي ايه? هنا general exercises طبعا على listen three part one الجزء الاول تهلي جدا وبسيط. بيقول لي you must wear a knot in course. هرتدي ايه في العربيات? seatbelt ولا jacket ولا helmet? لا طبعا seatbelt الكلمتين حزام الامان. طيب. بيقول لي you must cross the road at the. لازم اعبر الطريق من الايه? المدل ولا crosswalk ولا crossword? لا طبعا crosswalk. تمام? طيب you must. الله. الله ده المس قال الدمس دي بيجب وراها الفعلة في المصدر. ينفعل فيها عين لنجي? لا. هبينفعلها في الماضي? لا. فهتبقى weird. تمام? طيب you must not the road sense. بيقول لي لازم نعمل ايه? لاشراط المرور. الله در عندي مصد ينفعل فيها ايدي? لا. طب اللي الاخير هاس? لا. يبقى follow. تمام كده? طيب he fell over and hurt his leg. هو هو وقعه ايه? وعور رجله. so we called a or an. عشان كده احنا هنكلم الايه? البس ولا الكار ولا الامبيولانس? طبعا الامبيولانس اللي هي عربية الاسعاف. هنا بقى بيقول معتش هنوصل. he didn't stop because هو مقدرش يقف لي. ها? سهلة. he was very. هو كان ايه جدا? he works in the city. هو شغال في المدينة. ومازن is now. ومازن دلوقتي. وهاني دروف. وهاني بيقول. اول حاجة. مزدوم وعيان. مين هو ده? ممكن نقول مين? he was very. هو كان ايه? very short. طيب سيبوها عشان ما اللغبتش. and he goes by متروبايك. وكان بيسوق المتروبايك. يبقى مين? هاني دروف. تمام? هاني دروف صح. طيب اه ده في المستشفى يبقى مازن دلوقتي في المستشفى. طيب اه عبر او كلال الممشى يبقى ايه? استنوا كده شكلنا لغبطنا. طيب مش مشكلة في الهواء مش هتاخد حاجة. كان مش بسرعة جدا. يبقى ولا اه. دي نمبر ون. تمام? طيب. اه يبقى احنا فضلنا كده اتنين وتلاتة. هو كان ايه? اهي? طيب تلاتة هو شغال اه ده دي بقى رقم تلاتة. اهي. هو شغال في المدينة وبيسوق الايه المتسل. يبقى اخر حاجة هو بساق بقى كان بيسوق خلال ايه? او عبر ايه? الممشى. تمام? يبقى اتنين تلاتة اربعة خمسة وايه ملهاش وبعدين واحد. تمام كنا? طيب. السفحة اللي جنبها بقى بيقول لي هنا ايه? هنكمل. بيقول لي سيد بيلت وكروس ووير. وهنا بيقول لي لازم اسمع العربيات قبل ايه? نعمل ايه الطريق? يبقى كروس. تمام? طيب لازم ابصي من وشمال. لو انت بقى بتصوية العربية. هترتدل ايه? طبعا السيد بيلت. تمام? طيب وهنا بقى بيقول لك لو انت بقى ركب عجلة. لازم تلبس ال ايه? تمام? بس كلمة مش هناخدها. تعالوا بقى للترتيب. ري اردر. وات يبقى حابنز ماذا حدس? وات هابنز? ات ونحط على متى استفهم. طيب هي ايه? وز فيري شاكد. والك هنا جت من مع بعض. تمام? ونحطه في الاسطوب. بيقول لي عادل وزن هاري. هتبقى عادل وفي الاخر نقطة. تمام? طيب نكتب بقى بارجراف عن لازم يكون حاضرين على الطريق. كتب لي آآ جايب كلمة رود سنس اللي هي اشارات المرور. يعني انتظروا دول اخضر ورد يعني طريق. طبعا في جوم كدير ممكن تتكتب على الجزئية دي. مسلا اول حاجة هي اشارات المرور. لا هقول له لازم تتبع اشارات المرور. يبقى هقول له يو مست امي يو اس تي يو مست. هعمل ايه بقى لاشارات المرور? هعمل تمام? هتتبع. واكتب كلمة تمام? ونحطه نقطة. طيب كلمة ينتظر يبقى انا هنتظر اشارة المرور الخضرة. يبقى اقول له يو مست بقى قديني باخد الفعل في المصدر. ما بحطش ولا ولا كده. دايما بننتظر. تمام? واخر حاجة الطريق. ممكن اقول له بص يمين وشمال قبل ما تعد الطريق. اقول له يو مست ريمين يعني والشمال يعني ايه تحت. تمام? بس كده ايه بتاعنا. خلاص خلاص كده الفيديو بتاعنا ان شاء الله بقى المرة الجاية هيبقى فيديو اسهل من ده بكتير. هيبقى الصوتيات. تمام? وهنشوف ايه الصوتيات بتاعتنا. آآ اشوفكم بقى على خير وبرحب بكل الناس الجديدة معنا في القلم نوريني القناة. ولو عايزين اي حاجة اكتبولي في الكومنتات. واشوفكم على خير في فيديو جديد وقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته